لما تلاقي بلدك بتخبي عليك في حدث هز العالم كله حدث كل الدنيا بتتكلم عن اللي بيحصل فجأة انت تطلع على سوشال ميديا تلاقي الناس بتتكلم على ايه يا جماعة في حرب بين مصر والسرائيل ولا ايه ايه في ايه الطيران الاسرائيلي داير بقالوا ساعتين داير فوق سيناء يا جماعة في حشود يا جماعة وظل السوشال ميديا تحدث عن ان في حرب هتحصل وبعدين بدأت الأخبار لا ده في عملية إرهابية على الحدود احنا طبعا قاعدين باللطش وانت قاعد تراقي بتويتر والحاجات دي وتشوف هو ايه اللي حصل وتشوف بقى مراكز بحسية طب تشوف مواقع اخبارية طب يا جماعة حاستي ان انا في سنة ستين انه لسه حد هيبعى التليغراف من السويس عشان يوصل التليغراف القاهرة الصبح عشان نعرف منه ايه اللي حصل اول مبارح في سيناء مش معقول لكن بعدين بقى عرفت نقص وطبعا في النص طلعوا الهبيه دا والهبيه دا دول من عندنا ومن عندهم يعني فيه ناس طلعت في النص كده قاعدت لك ما تصدقش القصص دي واحد بيطلع كده شبعي العفريت يا ابني ما تصدقش ايه يا ابني العالم كله بيتكلم ما تصدقوش دي تمثلية وخطوا على وحاجات دي واحد تاني يطلع لك امش قلتلكم ان هو هيعمل بس براح يا جماعة طب يدون الخبر الاول يعني طب ايه المعلومة الاول وبعدين هم تحلل لا اهو مفيش حكا ده القصة بدأت انبارح مع فجر السبت حصلت حادثة على الحدود بين مصر واسرائيل جندي مصري من الشرطة المصرية المفروض اسمها الشرطة المصرية اتل ثلاث جنود اسرائيلية اتنين وبعد كده الخبر جا واحد ثلاث بقى ثلاثة قبل ما قوات اسرائيلية تتبادل مع اطلاق النار ده العنوان من الاعلام العبري اهو من الاعلام العبري قتل ثلاثة جنود من جيش الدفاع الاسرائيلي بالقرب من جبل حريف بروساش شرطي مصري واسناء مطاردة مهرب المخدرات وقتلت قوات الجيش الاسرائيلي منفز الهجوم حل بس فيه اثناء ايه مطاردة مهرب المخدرات وحدة وحدة بقى نعرف التفاصيل الموضوع من الاعلام العبري وتفاصيله واسماء القتلى الاسرائيليين وصورهم ناخده كده واحدة واحدة اهو ونشر الجيش الاسرائيلي اسماء القتلى الذين قتلوا بالقرب من جبل حريف الرقيب أوريت سحاق إلوز موسفات والرقيب ما فيش اسم دول التلاتة اللي تم قتلهم من الجند المصري هو يعني حتى الان خلونا بس سمعه انه دول التلاتة دول التلاتة الاسرائيليين نشر الجيش الاسرائيلي اسماء القتلى الرقيب أوريت سحاق إلوز عشرين سنة موسفات خدم الرقيب إلوز كمقاتل مشاع الحدود في كتيبة الفات وقتل مع الرقيب ليا بن نون اكيد هي البنوتة دي ولحقا قتل الرقيب عهاد دهان عشرين سنة في تبادل لإطلاق نار مع منافذ هجوم عبر الحدود الى اسرائيل كده واحدة واحدة دول التلاتة الاسرائيليين وراجلين أو شابين ومعهم بنت سماليان تلاتة جنود نشروا كمان الإعلام الاسرائيلي مكان الاشتباكات وصور السلاح وصورة المجند المصري اهو بدأوا ينشروا تغطية صحفية ده شبكة القدس مكان عملته الأمني اهو بقر سبع معبر أبو كرم أبو سالم رفع قادي معبر نيات سانة ده مكان بيقولوا عليه ان هو ده مكان الحدثة يعني ما علينا ونشروا كمان صورة الجندي او المجند المصري نفسه اللي هنيجي اسمه بعد كده نشروا صور المكان اللي داخل منه الجندي بقى اللي هو مدخل الطوارئ اللي هو ده قالوا ده كان مدخل طوارئ معمول اكتر من السهو بدون تجعيد اختراق وربط برباط مضغوط هكذا يبدو مدخل الطوارئ اللي اخترق الإرهابي وما مسمينه إرهابي من خلاله أراضي إسرائيل ده مدخل معمول طوارئ بالاتفاق بين الجانب الإسرائيلي والمصري أيوة حضرتك سامع لسانك دلوقتي بتسألني بتقول لي طب هما هما الفين الإعلام بتاعنا الإعلام بتاعنا الحقيقة هو إعلام 67 ما بيتغيرش هو إعلام أسقطنا 42 طيارة ما بيتغيرش خالص يعني الدنيا تتقدم نأكل على دماغنا نتهزم تحصل مشاكل بس هو ما بيتغيرش الإعلام بتاعنا زي ما هو بزلط على حطة إيد كروان الإزاع محمد فاتح نفس الإعلام قبل المسؤولين والجيش ومتحدث الرسم بينما عزيزي المشاهد كان المسؤولين الإسرائيليين والصحافة العبرية كلها شغالين تصريحات كان لسه المتحدث العسكري ننوس عين أمه بيفرق عينيه وعامل نفسه من بنها نازل بنها لحد ما أخيرا طلع ببيان مقتضب ما فيهوش أي تفاصيل والبيان أكد على أن المجند المصري ما كانش يقصد يقتل إسرائيليين لكنه كان بيطارد مهربين مخدرات ونتج عن الاشتباك بينه بالمهربين مخدرات تلات قتل إسرائيليين وإصابة اتنين ومقتل مجند مصري بدون تفاصيل اهو اطلع بالبيان اهو الصفحة الرسمية لننوس عين أمه اتذكر المتحدث العسكري فجر السبت الموافق 3-6 قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرض الأمن باختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة عدد ثلاثة وفاة مش قتل وفاة دي تطلق على واحد جات له سكتة قلبية هبوط في الدورة الدموية إنما لما واحد يقتل بالرصاص بيتقال عليه حاجة من اتنين على ياد يا متحدث عسكري بيتقال عليه إما شهيد أو إما قتيل بس لكن وفاة دي اسأل كده تطب الشرع واسأل القائد اللي شغلك إذا إنسان فارق الحياة بالرصاص أو بسكينة أو باعتداء بيتسمى وفاة ولا بيتسمى قاتل ليه ليه متحدث مهم أدى إلى وفاة عدد ثلاث أفراد من عناصر التأمين إسرائيلية ويصابت عدد اتنين أخرين بالإضافة إلى وفاة فرض التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق وجاري اتخاذ كافة الإجراءات البحث والتفتيش والتقبيل المنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القرونية طبعا الناس في مصر حاجتين يلعبوا في الترترة بتاع المصري ودي حاجة باقة تغيزك قوي الوطنية والدين انت عايز تيجي للمصري من حتة تعالوا من الدين مسلم أو مسيح ما تفرقش انت تعال خش كده قل له قال الله وقال الرسول تاكل قوي معاه قوي الحاجة التانية بقى الدين الوطنية انت تعال اقول له بقى مصر هي أمي وياحي أمصر وشوف العالم بزغرة والحاجات دي تاكل معاه قوي انما لما تيجي تتكلم بهدو يا ابن الله يخليك شغل قنصوة الغوري انك تعملهم علي والدين ما بيكونش معاه من زمان بقى شغل بقى الوطنية ونادي الزمالك ونادي الوطنية والكرامة برضو ما بيكونش معاه انت تتكلم دي من منطق يعني ايه واحد جندي لوحده يطارد مهربين مخدرات معلش اقعد كده يا حبيبي وقلع الشبشب واتكلم وانت واقف عدل يعني ايه جندي لوحده طارد مجموعة مهربين مخدرات وتبدلوا اطلاق النار وإيه اللي ودعهم من ناحية اسرائيل يعني هم عدوا السلك كانوا بيلعبوا مساكة فالعيال قالوا ان نستخبى في الجانب الاسرائيلي وانت اتطاردنا ما تدونا كلام منطقي يعني ايه مهربين مخدرات وفرض ان هم هربوا منه نطوا في الجانب الاسرائيلي ما يسيبهم ما خلاص راحوا اتا تانية انا حدودي الحتة دي ايه اللي يعديني وراهم عشان اضربهم بالنار نطوا على حدود الاسرائيل خلاص اوكي مع السلام ربنا معكم ويوفقكم في المخدرات هناك انا مهلي انا لي حتة كده منطقة انا بحرصها هتيجي جنبها مش هتقول كلمة سر هولع فيك وده الله حسن مع سليمان خاطر زمان من خمسة وثلاثين سنة انما هم عدوا الحدود وانا مانيش علاقة كلمونا كويس كلمونا حلو مش عشان انت حاطت عالم مصر فركب هتضرب في بعضها لا يا حبيبي ليس يبين المصريين يضربوا اخماس في اسداس ويفتحوا الودع ويقروا المندل والكوتشينا عشان يعرفوا اسم البطل اللي انتو بتقولوا ان طارد تجار مخدرات ليس يبين المصريين ليه تجي لنا المعلومات ان صحت من اصدقاء الشاب نفسه مش من الجيش قادي اهو وقادي صورة الشاب وصورة اتفرج يا حضرات اهو الناس ايونا ولا واحد من اللي اتعرضوا احضرات ده محمد صلاح اسمه محمد صلاح ودي صورته اهو اسمه محمد صلاح ودي صورته عرفنا منين من اصدقاء وعلى السوشيل برضو لحتى الان حتى الان اهو كتبوا وقالوا اهو برضو برضو انت حد يأكد ده محدش يأكد حد نفع ده محدش نفع ما ممكن يكون فعلا كل ده فيشان كزا اللي قابله اتفرج هل ده هو التاني ما عرفش بس اصحابه كتبين ما وكل واحد بقى لقى قصة ان يحطسه لكن الارجح انه اصحابه بيقوله هو ده الشاب اللي راح الجيش بيقول المصري انه طارد تجار مخدرات وقتل طب مش هياخد نشان طب مش تعزموه على اي جنازة عسكرية اللي بعده بقى نخلص هات المكسات 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 الله خليك اهو فخر الدفع محمد صلاح عدى سنة وكان فضلك سنة وتخلص من واحنا في العريش وانت كنت رجل وجدع بس ربنا اختارك تكون شهيد في الجدة ونعيمها يا شهيد وربنا يصبر امك واهلك عليك ده اصحابه اصحابه اللي كاتبين كده رجالة الخط رجالة الخط وبعد تمام صح صحة الاسود خط الحدود ما بين العرب واليهود والمصريين الاخره ده الاصحابه اصحابه هم اللي كاتبين الكلام ده محمد صلاح دفعت اه واحد وعشر ربنا يرحمك ويصبر اهلك بطل ابن بطل كان شرف كبيل انا اتعاملت معاك